خلال يوم الثلاثة إن شاء الله بعض الأمطار ستخص الواجهة الغربية والوسطى على السوحل وكذلك المرتفعة توصل لهبوب الرياح القوية على الواجهة الشمالية أجواء مشمسة على المناطق الشرقية وكذلك المناطق الجنوبية درجات الحار في استقرار خلال يوم الأربعة تساقط للأمطار بحول الله على شكل زخات ستخص الواجهة السحلية ثلوج على المرتفعات الداخلية التي زيد علوها 900 متر السحب ستمتد إلى غاية شمال الصحراء دائما هبوب الرياح قوية على الواجهة الساحلية خلال يوم الخميس بحول الله تقص بارد تقريبا على طول على كافة المناطق الشمالية خاصة المرتفعات والهضب مع تساقط لثلوج على المرتفعات الداخلية كذلك أمطار على شكل زخات ترعادية ستخص الواجهة الساحلية أجواء غائمة على شمال الصحراء ومستقرة على الصحراء الوسطى إلى غاية أقصى الجنة